أكد صاحب الصمو الملكي الأمير سلمان بن حمد أهل خليفة نائب جلالة الملك المفدى وليلعهد أن التوظيف الأمثل للتكنولوجيا في مختلف أوجه التنمية هو توجه ساعين نحو التوسع فيه والعمل على توظيفه في مختلف القطاعات القائمة على الإبداع والابتكار بما يسهم في توفير فرص نوعية مستدامة للمواطنين ودعم جهود التنويع على المدى الطويل جاء ذلك لدى زيارة سمو حفظه الله اليوم خليج البحرين التكنولوجيا المالية فينتك حيث نوها سمو إلى أن التكنولوجيا المالية فينتك تمثل اليوم جانبا حيويا في مملكة البحرين وتؤكد دورها في تطوير البيئة الداعمة للمتكار والازدهار في المنطقة انطلاقا من النجاحات التي حققتها البحرين في قطاع الخدمات المالية والمصرفية وفي ظل ما تمتلكه من بنية تنظيمية وتشريعية ورقابية تحقق لهذا القطاع الاستثماري في بيئة أمنة ومستقرة مشيرا سموه إلى تنامي قطاع التكنولوجيا المالية منوها باستجابة القطاع المالي في المملكة لمتطلبات التطوير وتعزيز الخدمات من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا لتعزيز تمييز البحرين وريادتها في هذا القطاع وقد قام سموه حفظه لا يرافقه معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفان نائب رئيس مجلس الوزراء وعدد من أعضاء مجلس التنمية الاقتصادية بجولة في خليج البحرين للتكنولوجيا المالية واستمع سموه إلى شرح حول أهم الأعمال التي يقوم بها خاصة المنتصلة بما يوفره من حاضينات لدعم مبادرات التكنولوجيا المالية الذكية وبرامج التسريع والأنشطة المنسقة والفرص التعليمية والمنصات التعاونية والشركاء المؤسسين له والشركات المنضوية فيه معربا سموه عن تقديره للجهود التي تمت لاستقطاب أهم مزودي الخدمات المالية العالمية والشركات الرائدة في التكنولوجيا على المستوى المحلي والعالمي وهو ما سوف يعزز من الخبرات في قطاع توفير الخدمات المالية القائمة على تطور الصناعة التقنية وتوفير بيئة مثالية لتطوير وابتكار المزيد من الخدمات على مستوى المنطقة متمنى سموه للقائمين على فنتك كل التوفيق والنجاح في تحقيق الأهداف المرجوة اشتركوا في القناة